دراسة جديدة نشرتها مجلة بي أم سي الأمريكية للأبحاث قالت أن المراهقين اللي ما جاوزت أعمارهم 11 عام تخيلوا أنهم فعليا ينغمسون في عالم المواعدة والرومانسية عبر الإنترنت شيء لا يعقل أطفال من عمر 11 لعمر 14 يدخلوا تطبيقات المواعدة للأسف بسدق لأنه هذا أمر كتير خطير اللي نحن نحكي به نحكي هدول أطفال أول شيء لما قلت مساء مراهقين لا حتى هدول أطفال لسه ما عندهم استوعاب لهالأمور كلها وعم يدخلوا بتطبيقات خطيرة كله عن طريق الانترنت للأسف هذا كتير عم يأسر سلبا حتى على نموهم وعم حطهم عم يعرضهم على أخطار معينة عم يأسر كتير على شخصيتهم على كل هذه الشغلات يعني أمر كتير مقلق طب دكتور يعني تحليلك للأمر إيش اللي يخلي طفل في هذا العمر اللي هو 11 سنة لـ 14 سنة لسه طفل يدخل تطبيق المواعدة ويكون عارف أصلا هذا التطبيق حقيش ولا كذا بالصدفة ما هو أنت تمام أنت عم تحكيه هو تمام هو معرفان تمام هلأ لحنا في هذا العصر بجوء الانترنت بجوء التليفونات قلت مثل ما حكينا مراقبة الأهل حتى لما عم تقولي 60% عم يرائب هو ما عم يعرفه رائب يمكن يعرفه رائب هو 5% يمكن في عنا ستيموليشن كتير الأطفال كتير في عندهم شغلات الكلمات اللي عم يستعملوها هذا الجيل أنت مفتوح الدنيا كله وفي ناس كتير عم تحاول حتى توجههم باتجاه معين يريد لحنا كأهل ما بناياهم يصير عمله التعبير عن الهوية الجنسية صارت كتير عم تحكي أطفال من عمر أحيانا عم نحكي حتى قبل البلوغ قبل شيء بيقول لك أنا لا والله أنا اليوم ماني صبي أو ولد أنا بنت صار العالم كله متوجه بهالاتجاه بقل ما نحكي هذه التطبيقات هو جزء إضافي اللي عم يحفز هالجيل الصغير لحتى يعبر عن حاله بطريقة معينة أو ينخرط بشغلات معينة والمشكلة أنه في أشخاص كتير تانين عم يستغلوا هذا الشيء عم يحط أطفالنا بخطاش طب يعني كل الموجودين الأطفال اللي انطبقت عليهم الدراسة داخلين بالصدفة ما هم عارفين يعني ولا في جزء منهم عارف والجزء الثاني مش عارف حتى اللي عارف ايش داخل يدور هلأ هو مثل ما قلت هو ادي عارف هلأ داخل بالصدفة انت عم تحكي صار هلأ طبعا لهذا الجيل الصغير الشيء الطبيعي تبعى أنه بدأ يكون عنده ديتينج وعم يعني مثل ما بيقولوا حتى ضقت البيئر براشر وصار في عنده اكسس صار في عنده سهولة الوصول لهذا الشيء ممتل أيام زمان أيام زمان بيكون عنده طفل بالمدرسة الأهل خلاص بعتوا على المدرسة جابوا خلاصنا خلاصة القصة هلأ لا أنا صار عندي هذا الطفل والد يكون أنا أحيانا في حدها كان هداك نهار الطفل المكامرة 13-13 سنة اللي عنده جيرفرند وين جيرفرند هو اللي احنا بالإمارات وهي بكندا مو شايفة ولا بيعرفة حتى إذا بدك صراحة ما منعفزة هل هي بنت ولا صبي ما منعفزة هي عن جد واحدة عمرها 12-13 سنة ولا عمرها 20-25 سنة ولا أنت الانترنت أو أحد يعني ممكن يحاول يستغله أو أحد يكذب يتلى مثلا عليه أو غيره وهذا غير تمرئ أفكار معينة تمرئ أمور معينة نحن منعين في شباب كثير صغار عم يستغلوا وعم يستعملون حتى يقوموا بسرقات حتى من خارق من داخل المنزل يعني احتمال الاستغلال لأنه هذا طفل في أي حدا بيقدر يسيره ويوجهه بشكل أو بآخر وهذا واجب الأهل الأهل في هذا العصر ما بيحق لهم يقولوا طيما عطوا تليفون عطوا أكسس للطفل للأنترنت ما بيحق لهم يقولوا أعمل هذا أنا ما بفهم بهذا الشيء مستحيل الأم أو الأب يجي على باله أنه طفله فعلا داخل تطبيق مواعدة أصلا ما يصدقوا حتى لو شاف حتقول أكيد أحد دخل بس مو هو يعني ممكن تكذب نفسها تكذب كل الموجودين بس ما تصدق نعم بس صار واقع يعني مثل ما كنا من قبل نقول الأطفال مثلا لأ مستحيل ابن يدخن أو بنتي إينا أو مستحيل يكون مثلا يعمل هالعمل السيء هذا جزء خطر مثله مثل هالأمور الثانية اللي عم تسبب عنا أخطار معينة لأنه عم تغير تفكير الطفل عم تغير مستقبله يعني أنا عندي طفل بيكون ماشي بهالاتجاه بحياته وارد من وراء أمور معينة منها المواعدة وهالقصص هذه هي بداية شغلات تانية اللي حتأثر كثير عليه عم تغير تفكيره عم تسببه مشاكل نفسية طبعا كل هدول الأمور لما يكون فيه حدا عم يأثر علي عاطفيا وإموشنلي بطريقة غير مدروسة أنا ماني معمول فيها بتأثر بتزيد احتمالات القلق الاكتئاب عند الطفل أحيانا غير أنه احتمالا بيصير عندنا أحيانا إيزاء النفس من وراء أحيانا عدم القدرة على التعامل مع المشاعر اللي عندي إياها يعني الشغلة أكبر من أنه يلا بسيطة أوكي حكيت أو حكى مع واحدة أونلاين على الإنترنت أيوة يعني حتى يكون داخل مثلا وهو عارف أنه داخل تطبيق موعدة يقول لك لأنه فيه طريقة معينة يقدروا يدخلوا فيها يعني أعتقد مطلوب عمر ومطلوب يعني أكيد بيكذبوا الأولاد عشان بأعمارهم أو بمعلوماتهم عشان يقدروا يدخلوا للتطبيقات عم يكذبوا حتى يدخلوا على الألعاب في الألعاب هذا أنت بس عم تحطي لا يوجد أي شيء حتى يثبت أنت عمرك طيب الآن لما الطفل يكذب ويضع معلومات مغلوطة ويحاول يعني بأكثر من طريقة أنه يدخل على هذا التطبيق هو فعليا يبحث عن ماذا إيش يدور هو بيكون مثل ما قلنا تريند أنت شو بيصير بيصير هذا التطبيق المعين بيكون موجود بالبيئة الحوالي وتبلش هذا تريند بيصير عندي هذا سامع من أصحابه أو من الناس بيصفوها بصفو مجموعة أحيانا بيكون كنوع من المزح وبعدين خلاص طيب ما دخل أنت عندك أكسس لهذا الطفل 24 ساعة كل السنة يعني أنا وينما كان عندي أكسس له لهذا الطفل بقى لذلك في عندي بعض الأشخاص بيقدروا يستغلوا هذا الشيء لذلك ومو كل أطفال عندهم قدر يقولوا لا أو يكونوا وعيين بطريقة معينة وأحيانا كلما الأهل يحاولوا يشدوا على الطفل كلما الطفل بينجأ للسرية أكثر يعني مشكلة كتير كبيرة عندنا بهذا الموضوع يعني خصوصا هذه المرحلة يعني هي مرحلة المراهقة شوية حرجة وهذه ما قبل المراهقة على طول يعني لسه لسه بداية التغيرات النفسية والجسمانية وكل التغيرات بالنسبة للطفل اليوم الأم لما تلاقي ولدها داخل تطبيق معين متفاجأ تطبيق للبالغين كيف المفروض تتصرف معه أهلا أول شيء لازم لحنا كل الأهل بلا استثناء يكون عندهم وعي على التطبيقات وعلى الإنترنت لازم يكون فيه عندي مراقبة وسيطرة التكنولوجيا مع كل مساوئة بنفس الوقت عطتنا الطرق لحتى نقدر نتحكم فيها يعني أي أهل فيه عندهم قد يتحكموا بهواتف أطفالهم إمتى بنتصلوا على الإنترنت إمتى يرائبوها شو التطبيقات ينزلوها مين يتواصل معها سواء التليفون أو الآيباد أو كل هالمعلومات لذلك الأهل طبعا الأهل فيه عندنا جيل غير خلينا نقول غير زكي إلكترونيا لازم يقوي حاله بهذا الشيء وإذا ما يطلب مساعدة من حدا شيء تاني لحتى نحط مثل ما بيقولوا أمان لحتى نحط خط أمان لحتى نحمل أطفال على الأقل من خلينا نقول دائما بيقدروا يدعوا طريقة بس على الأقل ما تكون الطريقة بهالسهولة يمكن نقدر نحمي 80% وما نقدر نحمي 20% ولكن حاليا هاملين 100% لما لا نتابع لأنهم يصير معهم طبعا لما بدأ يصير بدنا أول شيء نكسب الطفل لأن الأهل في عندك الثانيين يكونوا يقولون لازم يعمل واحد اثنين ثلاث يخبي على أهله لازم نكسب الطفل نكسب ثقة الطفل وبالأخص الطفل لسى الطفل مفروض يكون أسهل من المراهق المراهق عنده شوية نوع من السورية المعينة يعاند الطفل لا بدنا هذا وبدنا نوجه الأطفال لنحو الشكلات النشاطات الإيجابية موضلوا عادين على التليفون الرياضة المهارات التانية هيا كلها بدنا نوجههم فيها بس دكتور هو كمان لما يدخل ويبدأ يسوي شاتينج مع أحد ويلاقي فيه أخذه ورده وكلام يعني ممكن يكون كمان هو الطرف الثاني أو الناس اللي بيحكي معهم كمان يعني خلاص يعني عاجبوا الموضوع بدوا تكمل يعني مو سهل أنه تجي تقوله الأم آه والله لعد تفتح هذا الأبليكيشن أو معدي ينفع أو كده يقول آه أوكي خلاص طيب أنا ما حفتحه ما كده بدي أنا أوجهه باتجاه تاني لأنه بالأخير هو أي حدا يعمل شيء يكون عندي الفراغ بده يأخذ نوع من المعين من متعة وإهتمامات أنا بدي أنقل الطفل لإهتمامات تانية لأنه بالأخير الإهتمامات حتى الثفل غير مهيئ لهذه الإهتمامات أنا عم بدفش على هذه الإهتمامات في عندي رسائل موجهة لا أدفش على هذه الإهتمامات بدي غير الإهتمامات التانية أحيانا كثير أيام يكون الطفل عم يعمل أن يأخذ كلمات أعجاب معينة أنا بدي أنا حفعله ثقة بالنفس السيلف استيم بشغلات تانية أكثر من ما أنه أنت ما فيه منك وأنت عظيم وهذه الشغلات عم يأخذها عن طريق هالتطبيقات أنا بدي أعطي أوله عن جد ثقة بنفسه التانية للأسف الأهل كمان بهالأيام أدما قالوا أدما قالوا عم يتفانوا ما عم يتفانوا هنه مشغولين الأهل مشغولين حتى بيتلفونا مشغولين بكل هالأمور بدنا نبزل الأم جالسة ماسك التليفون تقولوا أترك التليفون من يدك بس هي مو هذا هي اللي ما عم نعطيهم كمان الوقت الكافي للأسف يعني حتى الأهل المتفانيين ما عم يعطوا أطفالهم الوقت الكافي يلي بيستحقوا لحتى نقدر نخليهم ننصحهم نكون رول مودل نكون شيء مهم لحتى يتابعونا ويقلدونا ويعملوا الشغلات تبعنا لأنه الأطفال كثير بيعملوا شيء اسمه مودلينج يعني ليش عملك بيهتموا مثلا اللي آخرين عم يعملوا أو بيشوفوا بالأفلام أو بيشوفوا كذا عادي يكون عندي جورفين عادي يكون عندي كذا أنا بدي أعمل كمان بدي أنسخ هذا الشي وهذا صار الصورة الحوالية اللي حوالينا بعدين داخلين بطريقة بروفيشنال على طول على التطبيقات يعني مو بس أنه مثلا أحد على السوشال ميديا كذا بصدفة لا يعني ينزلوا متعنين وقاصدين صدنا كل شي عم نعمل عن طريقة التطبيقات صدنا عم ناكل على التطبيقات هم بالنسبة لهم عادي هذا الطبيعي الطريقة القديمة يتبعنا الواحد يحكي مع أحد يقل أي شي إلا مثلا مثل أيام زمان أنت عزبتيني فيني أحكي واحد ما في احنا اللي شايفين هالطريقة يعني شايفين طريقة غريبة لأنه ما نحن متعودين عليها بس هذا الطبيعي هذا الطبيعي يمكن نستعمل AI لسا الله يساعدنا لأنه حتى يكون الواحد على التطبيقات يقوم فيها حتى مو أشخاص طبيعيين ما بعرف يعني أنا ما أنا الكبير الإلكتروني بس أكيد في كتير شغلات لازم نضل عن واكب لحتى نحمي أطفال والله يقول لك الAI الآن صار بيتكلم بطريقة فيها مشاعر وبينكت طفل ما عنده قدرة على المحاكمة بهذا الأمر يعني بقى للأسف أطفالنا بشكل أو بآخر معرضين لخطر معين معرضين لحتى يكون في أفكار معينة تقدر تمرق عليهم بطريقة معينة والآزم يمكن نبزل أكثر من الجهد لنبزل عشر أضعاف لحتى نحمي نفسيا دكتور الأم الآن لو مثلا أو الأب شاف مثل هذه التطبيقات في تليفون ولد ولو نقول من عمر عشر أو 11 سنة لعمر 14 لو ما قبل المراقبة ويعتبر لسه طفل أول شيء يسوي يقول طالما لسه صغير سحب منه التليفون أول شيء هذا أول شيء أسلوب العقاب ما رأيك فيه لا أسلوب العقاب والأسلوب العقاب القديم حساب قديم هذا الأسلوب لأن أخذ سنة التليفون ما في كذا هو الفكرة طبعا يكون أي فعل لازم يكون عنده رد فعل يوازي بالقيمة تبعه اللحنا لدينا بأسلوبنا العقاب شو ما كان دايما العقاب شديد لازم يكون شيء نسبي أنا أطلع إذا أنا منزل للتطبيق مثلا هذا ما فيك تابع التطبيق بعمله بلوقع التطبيق وحبيبي ما فيك خلاص إنه هذا واحد اثنين ثلاثة هذا الحال هو عقاب ما في داعي أنا خطة التليفون وبالأخص وبالأخص إذا ما كان فيه تحذير مسبق أنا ما بصير عاقب حدا على شيء ما إلا ما فيك تعمله الأهل بيكونوا مو عرف أن بيكتشفوا شيء ما بيحقوا مع الطفل بيأخذوا التليفون طيب التليفون بعد ما يأخذوا أحيان رجع له أو الطفل يدخل عن طريق الأيباد أو يعمل هذا الشيء طيب بس أنا مثلا إذا سأخذ له عقاب لازم بأخذ أسبوع فهو أسبوع يعني يكون العقاب مناسب للفعل مناسب يعني وأنا أصدق في عشان كمان يكون في عامل أو لازم يكون كونسستنت يعني مو أنه أنا هذا العقاب هيك بس بعدين أعمل الاستثناءات خلص لازم يكون واضح يعرف هذا وأنا إذا عاقبت لحنا أسلوب العقاب بيكون شامل بيأكل بهدل وما بيحكي معه بأخذ التلفون مثل إذا أنا صرعت بالسيارة أعطوني مخالفة أعطوني وصحبوا السيارة وكذا هي كل أنا يا جماعة بس صرعت شوي عشرة كيلو زيادة لازم أخذ المخالفة لحنا مع الأطفال أحيانا من بالك كيف منعم والعقاب لازم دائما ما يكون علاقة بالعطف تبع الأهل أنا مع معاقبك مو يعني ما بحبك أنا بحبك مش هيك عم معاقبك أنه أنت في عندك عندك فعل عملته غلط لازم تأخذ الجزاء تبعه بس مو يعني أنه أنت مانك ولد مليح مانك أيش يعني لازم كتير ننتبه كيف نعاقب الأطفال وبعدين أسحبت للتليفون والآيباد أقوله شهر ما في بعد ساعتين أعطله يعني مرة ما في شخصية تماما ولأنه أحيانا لما نعمل لأخذ من الأجهزة صار الولد يأخذ منك عطف يأخذ وقتك أنت مو فاضي بقى بتصفي لما تشوف الولد كثير خذ جهاز وخلص صرحاني للأسف هذا عم يصير كثير أكتما بتتخيل يعني لحنا أنا عم رجح الجهاز مو مش العقاب لأنه أنا ما عندي وقت أعطيه للطفل لأني ما تعودت أعطيه هالوقت لذلك لازم ننتبه كيف العقاب يكون مناسب للفعل أو خلينا نقول ما بنا نسميه دائما عقاب خلينا نقول هذا حصيلة اللي صار معك مو أكتر كله يعني نأخذ الطريقة الإيجابية مع الطفل أنا بدي عوده على الشيء الإيجابي يعني أنا فيني استعمل الكلمات الصحيحة إذا أخذت شغلي ما بقول له مثلا أنت حرامي مثلا لحنا هذا بالأسلوب بقول له أنت أخذت شغلي ما لازم تأخذها ما بيصير تأخذها يعني لازم انتبه يعني عواد مالك كذاب والله هي التربية صعبة ويبغى لها صبر ويبغى لها طولة بال ودائما نقول للأهل طولوا بالكم بس وانتبهوا يعني في النهاية الأولاد أمانة لازم انتبهوا لهم بشكل أكبر